أهلا بكم، يلتقي المنتخب الوطني تحت سن 17 عاماً بنظيره الفلبيني الليلة في مباراة تقام على استاد الأمير محمد في الزرقاء ضمن التصفيات الأسيوية ويدخل المنتخب الوطني ولديه نقطة وحيدة بعد تعادله مع سوريا في لقاء الافتتاح ويسعى النشامة لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده النقطي والمحافظة على أماله بالوصول لنهائيات الأسيوية يذكر أن هذه المجموعة تضم أيضاً منتخبات اليابان وسوريا وتركمانستان تنطلق مساء الخميس مواجهات الجولة التاسعة عشر من دور المحترفين وذلك بإقامة مواجهة تجمع شباب الأردن ومغير السرحان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي جولة جديدة من دور المحترفين تنطلق الخميس وعيدة بالإثارة وبتقديم أوراق جديدة تقرب فرقاً من اللقب وتدفع أخرى نحو المراكز التي سيودعنا أصحابها نحو دور الدرجة الأولى وستبدأ منافسات الأسبوع التاسع عشر على أستاذ الملك عبد الله الثاني بليغويسمي عندما يلتقي شباب الأردن ومغير السرحان حيث يطمح أسود غمدان بمواصلة التواجد في المربع الذهبي أما مغير السرحان فإنه يستهدف الفوز للابتعاد عن مناطق الخطر بعد ذلك سترحل الأنظار نحو ملعب العقبة الذي يستضيف مباراة شباب العقبة ومعان وتبدو دوافع شباب العقبة مشابهة لتلك التي يمتلكها شباب الأردن أما معان فإن ظروفه أصعب من مغير السرحان في دوامة الهروب من شبح الهبوط وهو الأمر الذي يدفعه للمحاربة لأجل الفوز وتتواصل اللقاءات بمواجهة سحاب والصريح الساعي أيضا للهروب من مراكز الهبوط على ملعب البترة قبل أن يلتقي الوحدات مع الحسين إربد على استاذ الملك عبد الله في قمة مباريات الجولة والتي ستمنح الأخضر فرصة الانفراد بالصدارة ولو بشكل مؤقت كما ستشكل الأمل الأخير للحسين إن أراد الحفاظ على حظوظه بالتتويج في اللقاء وتختتم الجولة يوم السب بمواجهتين من العيار الأثقل الأولى تجمع فريقين من أشد المهددين بالهبوط وهم الصلط والجزيرة على ملعب الأول بينما ستكون المباراة الأخيرة على استاذ الملك عبد الله وتجمع بين الفيصل المتصدر والرمثة حامل اللقب ويترقبها الجميع بحماس كبير خصوصا وأنها ستشهد عودة جماهير الفيصل بعد انتهاء عقوبة الحرمان دوج رئيس اتحاد كرة اليد تيسير المنسي الثلاثاء فريق كفرسوم بلقب دور الدرجة الثانية لكرة اليد وجاء تتويج كفرسوم بعد فوزه على فريق يرموك الشونة بـ 33 هدفا مقابل 31 في المباراة التي جرت في صالة الحسن في إربد وشهدت إثارة وندية بين الفريقين قبل أن ينجح كفرسوم في حسمها لصالحه ويتوج رسميا باللقب ويصعد برفقة اليدرموك لدور الدرجة الأولى جماهيري كبير فاقر 2000 مشجع تقريبا في الصالة تفوق كفرسوم في النهاية ومبروك لأنادي كفرسوم الفوز ببطولة الدوري ومبروك لأنادي يرموك الشونة المرافقة كفرسوم إلى بطولة أندية الدرجة الأولى وصعود مصاف الكبار ناديين عريقين حملوا لواء لعبة كرة اليد في سنوات طويلة عبر حوالي 40-50 سنة وجودهم في الدرجة الأولى لا يعتبر صدفة ساعدنا بولادنا شباب صغار ناشئين وتعبنا عليهم فترة ثلاث شهور وكانوا شباب على قدر المسئولية وكنا نحب أن نعتمد على أبنائنا من أولاد البلد أن نرى فيهم عناصر لمستقبل كرة اليد الأردنية ومنتخباتنا الوطنية تقيقة الفوز وهذه البطولة هي جهود مشتركة سواء دارة لاعبين جهاز فني وفوق كل هذا جمهورنا اللي ما قصر معنا دائما وأبدا تشهد الليلة استكمال مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا وفي أبرز هذه المباريات يستضيف تشلسي الإنجليزي فريق ميلان الإيطالي لحساب المجموعة الخامسة حيث يطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الأول لهم في البطولة والابتعاد عن المركز الأخير في المجموعة أما ميلان فإنه يبحث عن فوز يبقيه في صدارة المجموعة كما يلتقي حامل اللقب ريال مدريد الإسباني فريق شختار الأوكراني ضمن مباريات المجموعة السادسة فيما تشهد المجموعة السابعة مواجهة بين منشستر سيتي الإنجليزي وكوبنهاجن الدنيماركي يخوض منشستر يونيتد الإنجليزي مواجهة هامة يوم الخميس عندما يحل ضيفا على أومونيا نيقوسيا القبرسي في بطولة الدور الأوروبي ويسعى رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خصوصا وأن الخسارة قد تصعب من موقف الفريق في البطولة ويحاول اليونيتد تجاوز الخسارة القاسية أمام منشستر سيتي في الدور الإنجليزي بنتيجة ستة ثلاثة والتي أججت من غضب الجماهير على الفريق إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحا